وصل المنتخب السعودي إلى مدينة رمالله استعدادا لإقامة معسكره التدريبي لمواجهة فلسطين الثلاثاء القادم وكانت بعثة الأخضر قد وصلت عمان مساء الأمس وقبل أن تصل إلى رمالله صباح هذا اليوم وأقام المنتخب السعودي تدريباتها على أرضية الملعب لاستقام عليها المباراة وقبل ذلك كان هناك استقبال رسمي من فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمكتبه واستقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل ورحب فخامة الرئيس الفلسطيني بالمنتخب الوطني معربا عن سعادته وبالغ سروره بتواجد المنتخب السعودي في فلسطين للمواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء القادم فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين قال كلمة بهذه المناسبة نحن كتير اليوم من أحبكم ومنشعر بسعادة غامرة انه انتم على ارضكم صحيح هي القضية قضية كرة قدم وهذه كتير كويسة يعني ومجيكم يسعد الشعب الفلسطيني وعظم شفتوا في التلفزيون وفي الناس قديش سعيدة بانه تراكم في فلسطين ايضا رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني لستاذ جبريل الرجوب يتحدث مع موفد البرنامج محمد سمحان اليوم أمي في فلسطين تشرفنا بهم واحنا كلنا سعوديين وفلسطينيين راح نكون سعداء في اللقاء بعد غد في حدث غير مسبوق سعودية بتجسد وبتمارس حبها وتقديرها وانتماءها وغيرتها وحرصها ودعمها وتبنيها الغير محدود لفلسطين كقضية وطنية فلسطين كهوية بعد غد أحد رموز الهوية الوطنية الفلسطينية منتخبنا الوطني يتشرف بلقاء الإرادة العربية الإسلامية الحقيقية لسعوديين على تراب القدس تراب فلسطين على استاذ الشهيد القائد الوطني فيصل الحسيني أنا بعتز وبرحب بأخي وزميلي الأخ ياسر المسحل اللي هو أحد القامات العربية المحترمة المنتمي للرياضة كمنظومة أخلاقية قيمية إنسانية وهو اليوم هو وزملائه في مجلس الاتحاد بيعيشوا أسعد لحظاتهم معانا وفينا وهم من فلسطين أهل البيت وإحنا ضيوف وأهله وسهلا فيهم موسيقى